اهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن من خلال متابعاتنا هنا في المحترف وموسم الانتقالات خاصة في البريمير ليج طبعا كلنا بنتكلم على هالند المنطقل من بروسيا دورتنطن للمان سيتي وبنتكلم على نونيس طبعا اللاعب الوافد الجديد من الدوري البنفيكي للبريمير ليج عشان نتابع بالزبط ليه المان سيتي اختار هالند وليه يوجن طلوب اختار نونيس اكيد هيشرح لنا واحد متخصص في الاناليز ومتخصص في السكاوتينج وبنشوف دايما الصورة من خارج الصندوق بنرحب بيدفنا النهاردة محمد الباز تساءل خير عليك يا محمد منورنا ساءل خير كابتان هاني مبارك ايه الحمد لله تمام طبعا انت متابع كل الاجواء وكل الحديث على هالند خلينا نبدأ به لان كان كل منتظم مبارات طبعا الدرق الخيرية ما بين ليبر بول والمان سيتي وكان كل الانظار على هالند بعد المباراة خرجت صورة مختلفة شوية بعض الناس بتقول مش هو ده المنتظر من هالند في بعض الناس تانية بتقولك لا لسه ما عندوش الفرصة الكاملة والتاكتك بتاع لسه الستي ماخدان مش هالند انت شايف هالند ازاي من رؤيتك انت الشخصية ووجوده في البريمير ليج صحيح هالند المفترض ان هو يكون اضافة قوية جدا لعنصر التهديف عند المان سيتي زي ما قلنا ان المان سيتي العام الماضي تسعة وتسعين هدف يعني اقوى خط وجوم في الدور الانجليزي وطبعا خسر خمسة او ستين فرصة محققة هالند الهداف اللي بيحز الهداف من انصاف الفرص دايما متواجد جوه البوكس في رقم ستة رقم تسعة في منطقة الستة دايما بيعرف ان هو يتحرك ما بين الهاف سبيس ما بين السرد بكات ما بين اللاعبين بيخلق نفس المساحات هالند بيعمل شجل مختلف تماما تماما في البونس ليجا شفناه مع بروسيا دورتموند المشكلة اللي كل الانتقادات اللي طلعت بعد المباراة الدراءة الخيرية ان هالند ما ظهرش بالصورة المسلأة اللي كانت متوقعة للناس منتظراء عليها لا هالند هيكون فيه مشكلة مع التاكتك وفلسفة جوارديولا ودي حقيقة ولكن النهاردة احنا حنبين هالند عمل شغل كبير جدا في المباراة ما خدمش عليه تاكتك جوارديولا وهنا فيه المشكلة لإما جوارديولا يغير التاكتك بتاعه لإما هالند يبدأ ان هو يتكايف بسرعة مع التغيير اللي حصل بوجوده مع كتيبة المنظومة لمن سيتي في حال تغيير هالند لطريقة لعبه خليني قبل ما تكلم انت من وجهة نظرك هو ليه ما ظهرش كده يعني بعض الناس بتتكلم ان هالند طريقة اللعب اللي لعب بها يعني المان سيتي امام ليبر بول مش هتقدم هالند لان هالند بيعتمد على السرعة والقوة وده مش اسلوب بيب انت شافت ازاي التكايف هيبقى ازاي الفترة اللي جاية المشكلة هنا وقفت بشكل واضح وصريح عند نص الملعب الخاص بمن سيتي في نقل الكرة السريعة لهالند وده المشكلة اللي احنا شفناها تاكتكين على أرض الملعب دايما دي بروين كان يمسك الكرة يبص على سيلفا أو سيلفا يمسك الكرة يباصي لدي بروين وده دي بروين دايما مع رودري الكمينيكيشن ما بينهم ما بينهم هما التلاتة في نص الملعب ده كان بيعطل الكرة ويعطل الهاجمة السريعة اللي المفترض ان هالند في حالات زي دي دايما بيخلق نفس المساحات دايما بتحرك دورتموند معظم أهدافه كرة من وراء الديفنس بيستخدم قوته وسرعاته وزكاة وبيحرز أهداف يعني صحيح فهنا التوليف اللي حصلت ما بين حتى دي بروين وما بين هالند ما كانتش على المستوى العالي ما كانوش قريم بعض بشكل كبير جدا فدايما كان دي بروين يبص حتى في شوط تاني على فودين يبص الكرة بكرة أطراف أكتر ولكن لو كان ركز مع تحركات هالند في العمك أو في الهاف سبيسيس أو ما بين السيرتباكات كان حيكون فيه خلق فرص أكبر لهالند وكان ممكن يحرزه أهداف أكتر وده اللي حنعرضه النهاردة تحركات هالند للأسف ما حصلش الكونيكسن زي ما بقولنا ما بين طبعا التلاتة اللي بلعبوا خلف هالند زي ما قلنا سواء كان دي بروين أو حتى رودري أو حتى كان معهم سيلفا هنا المشكلة اللي احنا كنا شفناها واضحة وصريحة في مباراة الدر الخالية أمام ليفربول ممكن نقول أنه هو خلاص بقالهم أكتر من سنتين بلعبوا بنفس الطريقة وبنفس الطريقة والجيزوس كمان المفروض أنه هو رأس حربة أساسي كان بيلعب على الأطراف وفترة كبيرة ما كانش المان سيتي بيلعب برأس حربة تارجت تسعة صحيح فوجود تارجت اللي هو تارجت تسعة يعني هالند مايلعبش على الأطراف ولا يلعب على الجنب ولا ينزل استلم ده الراجل ده عنده قوة أو سرعة كبيرة جدا ومستني الكرة اللي خلف المدافعين هتبقى مشكلة ولا أنت من خلال رؤيتك هتتحل من خلال تغيير التاكتيك بشكل عام خاصة في وسط الملعب أنا شايف نهاية تتغير أو هتتغير بشكل أسرع يعني إحنا دلوقتي عايزين نعرض نشوف اللي كان بيحصل بالزبط في ماتش ليفربول يعني مثلا معنا أول حالة طبعا انطلاقات سيلفا زي ما قلنا دامعا بيخش له هالند في النص جنبه دايما دي بروين إحنا لو هنحرك الصورة هنشوف المساحات دايما يعني نقف هنا كابتن هاني ده اللي شوفنا مع بروسيا دورتمون دايما هالند بيخش في المساحات دايما بيخلق لنفسه مساحة واسعة كبيرة جدا لابد على سيلفا أو دي بروين هو يرميله الكرة في أمامه حتى شوفنا كذا حالة هو بتريم الكرة في خلف هالند طبعا ما بيعطلوه المتعرف عليه عشان تلعب مع هالند عشان تكسب هالند وتكسب أهداف أكثر لازم تلعب الكرة في المساحات يعني كمان نقل السرعة من الحالة مش هقول الحالة الدفاعية لأنه هو خلاص يستحوز لوقتي لكن دايما الستي كان متعود على حتى عملية الاستحواز زيادة شوية وعدم الرؤية صحيح الرؤية الأمامية فاللقطة دي بيتبين ان لو طبعا سيلفا لعب الكرة حتى من وراء المدفعين مع سرعات هالند كان ممكن نشكل خطورة فعشان كده لسه فيه هنا تلعبت الكرة وتلعبت طبعا ببطء بعد خلاص وتلعبت مش بشكل صحيح وما احنا قلنا ان كان في مساحة كبيرة جدا دم هون تلعبها قدام وهو ده تاكتك بتاع هالند عايز تكسب هالند عايز هالند يخدم على المنظومة ويحرص أهداف أكثر لازم تلعبها بالطريقة ديت هنا الكرة ديت مثال واضح ان تم لعب الكرة ببطء طبعا ما تحطتش في المساحة أمام هالند اللي هو بقوته وبسرعته كان يقدر ان هو يخش ويواجه المرمى لو هنكمل الصورة اللي بعدها هنشوف ايه اللي حصل نشوف في كابتناني خلاص بدأ طبعا فاندايك يخش في الصورة خلاص يعني عوبال ما يستلم تأفعل عليه لو نشوفنا بعد كده بالرغم عن كده يعني دي خلق فرص التهديف يعني بالرغم ان الكرة تأخرت شوية بالرغم ما كانتش قدامه يعني لو كانت قدامه كان داس عليها وراح لان حتى يعني باندايك مش مش لعب سفرينتر بالرغم عن كده عمل كنترول لكن طبعا اتحطت والحرس المرمى مساكن شوف يعني لو في الصورة لو نكمل هو خلاص طبعا ضاعت الهجمة لو كانت لعبت بشكل افضل هنا برضو نفس الصورة دايما بيقول هلان بيقف في بين السرد بكات دايما بتلاقيه وقف في الهاف سبيسيس خلاص لازم نفهم عقلية هلان تحركاته يعني كرة زايدية نفس الكلام سيلفا ايد من ناحية الشمال انه هو عمل العرضية هنا لو نكمل حنبص راحت في هلان على طول يا كابتن هاني كانه بره خالص ما بين السرد بكاته ودخل في العمق وبدأ انه هو انه هي يشكل خطورة بشكل بير جدا والاسف لو هنعنشوف اللقطة اللي بعد ديت الكرة ما نزلتش او ما استخدمهاش براس بدماغه وفاكر اللقطة ديت حتى هو لعبها برجل الشمال كان ممكن جدا لو سبق يلعبها بدماغه او حتى يعني كان ممكن جدا يلعبها برجلين يمين لكن هي هو ده اللي عايزه هلان الكرة تتلعب له في مساحة ما بين المدفعين دي طبعا هو لعبها بقدم وليوسرا كان المفروض يلعبها بدماغه صحيح ادي خطورة هلان ناس بتقول هلان ما ظهرش بشكل المتوقع وبشكل رائع لا ده هلان ظهر تاني عايزين نقول احنا بنقول ان هلان ما بلعبش الفولس ناين او طبعا شادو سترايكر ولكن اضطر ان هو يلعبها وخرج برا البوكس برا التمنتاشر في بعض الاوقات يعني اثناء المباراة دي مثال نزل هلان هنا بيدعب الكرة استقبل الكرة طبعا في حالة تحاول من حالة الدفاع للوجوم لعب لدي بروين هنا عايزين نقف او بكر نحرك نشوف طبعا هنا دي بروين بيبص فين دايما دي بروين هنا فودن بتحرك له يعني نفس الصورة المتعود عليها دي بروين دايما دايما حيرمي الكرة طبعا في المساحين اكتر من يعني من اي حد يشوفها بالزام كتاب يقولي طبعا دي افضل سيناريو ان دي بروين هيلعبها هنا في ناحية الشمال او ناحية في الفودن وتروح ولكن عايزين يكمل عشان احنا النهاردة بركز على هلاند شوف هلاند هو طبعا دي بروين ويفع كرة شوية صحيح ويفع كرة شوية هو برضو لعبها في ناحية الفودن ولكن عايزين نركز على هلاند احنا عنوان اللي احنا منتكلم عليه نهاردة هلاند وتحركاته دايما شوف هلاند بيتحرك في العمر دايما بتحرك في خلف المتفعين والب الدفاع دي بروين محتاج ان هو يوسع الرؤية اكتر احنا طبعا دي بروين احنا نتكلم افضل بلايميكر في العالم طبعا فالسكاننج عند دي بروين لا لسه لسه الكونيكشن ما حصلش ما بينه وبين هلاند هنا المشكلة اللي شوفناه لو كان ويفع كرة بشكل افضل او ووسع الاسكاننج عنده كان ممكن يستغل يرمي الكرة في المساحات خلاص ان تكتك بتاع هلاند بيقول ارميلي في المساحات ارميلي وانا هروح وخلص وهو ده للأسف لو هنكمل هنشوف ان طبعا دي بروين هنا الصورة شوف كابتن هاني وبين هنا اوضح لان طبعا هلاند دخل في العمق وللأسف ما تلع بتلوش الكرة في المساحات ودايما اعتقد طبعا بيب جوردولا بيه خلي بالك هو كمان ميزة هلاند انه هو ممكن جدا بيخلق بدل ما يكون عند دي بروين فرصة واحدة ان يلعب الكرة صحيح او بيدي له اوبشن زيادة انه هو في حالة لو غير رأيه او اتقفل عليه ممكن جدا يكون عنده كمان مساحة اللي هلاند يشتغل عليها بالزبط يعني احنا شوفنا في ثلاث امثلة اللي فاتوا يا كابتن هاني ان هلاند فعلا ضرب خط الدفاع بتاع ليبربول فاندايك لان طلع تصريح لأجويرو بيقول انت هلاند كنت بتلعب دي طبعا فرصة الجون هنكملها ونقول تصريح يعني اجويرو دي الل اللي حصلت فيها طبعا الهدف وكملها طبعا وكان هدف الاول هدف التعادل ليه المان سيتي عايزين نقول ان اجويرو طلع في تصريح قال انت هلاند خلاص دلوقتي جالك فاندايك يعني الصخرة الكبيرة انت مش في الدورة الالمانية في بروسيا دورتمونت الملعب بواسع هناك تدع تحرك في المساحات وتحرز هدف لا هنا فاندايك انا شوفنا في الثلاث امثلة انه فاندايك ما كانش مركز اصلا يعني كانوا ضرب في خط الدفاع ضرب هلاند وضرب فاندايك طبعا ومتيب ودخل في الع في اكتر من سورة الفرصة دي كانت طبعا فرصة جميلة وده هدف التعادل لو هنكمل ولكن احنا بارضو عايزين نقول تحرقات هلان كانت ازاي لما يحصل كونيكشن سريع ما بين وما بين سيبروين حيبقى ساعات دي طبعا دي الفرصة طبعا درب غرابة شديدة طبعا ودرب الكرة يعني بعد مرتدت خبطت فيه في العرضة وكان هو كمان بعد اللقطة دي ضحك يعني هو نفس السورة جات عليه كان مضحك تفتكر الأجواء المختلفة في البوندز ليجا الضغوط أنا لعبت في البوندز ليجا آه في ضغوط جماهيرية ولكن لا تقاس بالضغوط الجماهيرية والنقاط في البريمير ليج ممكن ياخد وقت شوية هلاند عشان ينسجم في البريمير ليج أو مع بداية طبعا المسابقة حينطلق زي ما انطلق مع دورتنا أنا متوقع ان هو هينطلق يعني احنا شوفنا ولسه هنشوف بعض الحالات وجوده وتمركزاته وتحرقاته بتقول ان لا فيه كتير جدا وحينطلق وخش في الأجواء بسرعة جدا واعتقد بيب جورديولا قالها بكل في تصريحه ان محتاج ان هو يشتغل مع بعض بشكل كبير دي الفرصة طبعا وان هو هيساعد هلاند هلاند لعب زكي جدا لعب فاهم طبعا دور الإنجليزي والضغوطات الصحافة قصية جدا انتقاضات سريعة جدا يعني تم انتقاضات بشكل كبير اعتقد بعد ما يشوفوا الحالات دي اللي يركزوا مع تحرقاته هيقدروا ان هم يغيروا رأيهم لان احنا شايفين ان هلاند هيكون من افضل او منافس شرس جدا على طبعا خط الهجوم او الهدف دور الإنجليزي الموسم القادم ده فرصة تانية نفس الكلام يعني دي ايضا الفرصة السابقة لو احنا هنكمل هنشوف عايزين نتفرج هلاند عمل ايه والتوتش بتاعته وتحرقاته اللي هتخدم على المنظومة يعني في حالات تانية كابتن هاني بتورينا ازاي هلاند ايضا بيخرج برا البوكس دي برضو صورة تانية مهمة جدا رياض محرز هنا الكرة طبعا تلعبت من رودري حيلعبها نزله هنا دايما زي بقول نزل هلاند طبعا بيبد عن الرقابة شوية وبيستنم فاندايك بعد المساحة ما بينه نزل طبعا فاندايك بعيد عنه سابه تماما فهنا شفنا في الصورة دي هلاند بسك كرة لرياض محرز عايزون نشوف اللي بعدها ايه اللي حصل يعني عينينا دايما وتركزنا مع هلاند هنا رياض محرز رياض محرز طبعا بياخد القرار خاد اكتر من قرار كابتن هاني خاطئ جدا دايما معظم تزديداته على المرمى كانت خارج المرمى او تقبط في الدفاع انا عايزون نقوله هنا القرار لسه الكنكشن ما حصلش ايضا مع هلاند شوف هلاند خاد المكان في الصورة هنا بتوضح معنا وجود هلاند جوه البوكس في الستة فاضي تماما انت يعني رياض محرز تعجل دايما انقررته كانت سريعة وخاطئة لو كان بص وشاف هلاند وكان بصاله كرة كان فرصة هدف محققة له هلاند احنا شايفين فرص كبيرة جدا دايما اكلمك علي محمد هل هو محتاج وقت شوية يعني هل هيحتاج وقت شوية عشان كوب مع دي براين سيلبا يلعب له بسرعة العلاقة ما بينه ومن محرز برضو لازم تكون علاقة سريعة وانت عارف الرتم في البريمير ريج رتم سريع فمش هيلحق تفتكر امكانياته تأهل وامكانياته طبعا امكانات كبيرة ولكن خلال الاسبوعين او الثلاثة الاولانيين نقدر نشوف هلاند بالصورة المصلة ولا هيحتاج وقت شوية انا اعتقد هيحتاج وقت شوية ولكن زكاؤه مع زكاة بيب جورديولا وزكاة طبعا دي براين ومحرز مكلمة في لعبة كبيرة جدا فهمة ان هي ازاي تخش في الاجواء بسرعة مع هلاند اعتقد هيساعد فيه طبعا انتقال بسرعة هلاند ان هو يخش مع الكتيبة وعالتوليفة يعني ويحرز اهداف ده بالنسبة لهالاند وعلى الجانب الاخر في نفس المباراة كان فيه لاعب طبعا مميز جدا وانتقال نونس بن فيكل ليبر بول رغم عدم اشتراك من بداية المباراة لكن كان ليه تأثير ايجابي اكثر كتير جدا من هلاند نونس ووجوده في ليبر بول وبجانب محمد صلاح بجانب طبعا دياز انت شايف ازاي هذا اللعيب من خلال الفترة الجاية او بداية البراميجي صحيح احنا كنا مع حضرتك كلمنا ازاي ليبر بول اختار نونس دايما ليبر بول بيختار اللاعب مش الخارج الرائع فقط ولكن الذي يتناسب مع المنظومة ويخش دايما بسرعة مع كتيبة كلوب عايزين نقول ان نونس احنا اتكلمنا هنا قبل كده ان هو بيشبه طريقة لعب سادي ومانيه دايما ان هو حق المسلس اللي احنا شفناه يعتحس ان هو سادي ومانيه بعد دخول سادي ومانيه كراس حربة بعد دخول سادي ومانيه كراس حربة طبعا مع وجود دياز لما راح ناحية الشمال نونس لعب طبعا زي ما قلنا رقم تسعة زي وزي هالند اللي بيفرق عن هالند زي ما قلنا خلاص هالند زي ما كنا بنشرح دلوقتي هو بلعب صريح راس حربة صريح اما نونس عنده تحرقات زكية جدا نونس بيقدر ان هو ينزل في نص الملعب بيقدر ان هو يساعد في البلد اوب بيقدر ان هو يفتح مساحات او يعمل زيادة العددية يعني نونس مختلف تماما دي طريقة اللي بيعجبها او بيفضلها يوجن كلوب بالنسبة راس حربة عشان دخول محمد دخول هندرسوف الدينماكية الدينماكية اللي دايما كنا بنقول عليها شفناها بالزبط كوبي بيست حسنا ان النونس بلعب بقاله سنين مع ليفرق بول مفيش اي اختلاف شفنا محمد صلاح بيخدم عليه يعني المثال معنا هنا تاكتك ازاي محمد صلاح طبعا نزل في الكرة نونس فين نونس واقف دايما وده المتعارف على نونس مكان مع بين فك واقف ما بين السرد باكين بيبدأ ان هو يفتح المساحات وينزل هنا كابتن هاني هرب من وسطهم وطبعا خد المساحة ناحية اليمين واستلم الكرة وبدأ ان هو مانسي لكن هو لسه يخش يخش دخل في العمك هنا هندرسون طبعا رمهاله بسرعة وده الدينماكية زي ما كنا بنقول لما صلاح يخش في العمك هندرسون بيفتح او ارنولد وهنا طبعا ترمت لصلاح دي الفرصة بتاعة ضربة الجزاء اللي لمست طبعا هنا في روبين دياش واتحسبت ضربة جزاء دي اللي سددها محمد صلاح ده مثال اخر ايضا طبعا دايما الدينماكية دايما هتلاقي اليمة هندرسون اليمة في مينو لا مركزية موجودة في ميبغور لا مركزية هنا انا ركز مع نونس نونس عينه محمد صلاح بالزبط لكن وجوده كمان عنده سرعات وده طبعا الهدف اللي جابه وهدف روبينسون تلعبت له بالزبط هدف يبين قدرته على التهديف انه حتى من انصاف الفرص حتى يعني من خلال الفرص اللي جات له واضح جدا خضرته جوه الصندوق بشكل كبير جدا هل كان يفتقد فعلا خلاص نتكلم على الرأس الحرب الصريح من خلال ليبر بول هل نونس هو رأس الحرب الصريح خلاص اللي بيلعب تسعة تسعة وخلاص عندنا شكل بالنسبة للأجنحة او ممكن يقوم بأدوار تانية هيقوم بأدوار تانية هيلعب رأس حرب صريح زي ما كان بيلعب حتى سادي ومنيه في الأيام الأخيرة بوجود دياز ناحية الشمال وهيجبر يرجن كله في بعض المباريات على حسب دراسة الخصم هو يلعب أربعة اتنين تلاتة واحد ان هو الواحد ده هو صريح رأس حرب صريح ايضا يعني يلعب تلاتة تحت رأس الحرب وفي الحالة دي حلق امه جوته زي ما كنا بنقول امه طبعا فرمين وفرمينو لعب قبل كده برضو صانع علعاب دي لو رجبها من الأول فرصة رائعة عايزين نشوف التحرك عايزين نشوف التحرك هنا كابتن هاني بالزبط الكرة بدأت من هنا التحرك بتاع نونس دايما بينزل ويسحب معاه واحد من الدفاع او الظغير او السرد بكات او القلب الدفاع سحب معاه هنا روبين دياش نزل فتح المساحات هنا شوف ليه بالكرة بسرعة والصورة التانية بتوردينا اتحرك على طول في العمك اترمت بسرعة من هندرسون راح في وجهة المرمى طبعا يعني افعل عليه هنكمل هنشوف طبعا للأسف هو هنا خانه الفينيشين كان فيه مشكلة وحاول اتعالي لكن خبط في سيدري طبعا خبط في سيدري طبعا حريس المرمى طبعا إدرسون لكن حرقات واضح منها انه عنده السرعة وعنده قوة وعنده الرؤية وكمان عنده الميزة التهديفية خلينا نكلم ثلاث فرص بيحرز هدف مع اول مبرارة رسمية اعتقد حنشوف رأس حربة واعد يعني كمان بيصعب الامور على نجمنا محمد صلاح لكن انا شايف كمان ان وجوده بوجود هذا اللعب حيفيد كمان محمد صلاح يعني تلاقي مساحات اكتر بقى اللي محمد خلال الفترة اللي جاي صحيح لان احنا شفنا تحركات لان ما ينزل بقلب الدفاع يسحبه معا لنص الملعب حيفضي طبعا مساحة للدينامكيه الهندرسون ومحمد صلاح او حتى ارنود يزيد ويرفع محمد صلاح دايما هنشوفه بيخش في العمق اكتر الفترة الجاية لان طبعا نونس تحركاته الكثيرة لعب بيجري في كل حتة في الملعب طبعا ازا اخد رأيك في محمد صلاح في الماتش ده شفته ازاي محمد صلاح طبعا يا محمد صلاح كان مركز جدا بادئ بداية قوية جدا عارف هو بيامل ايه محمد صلاح اعتقد كان فت جدا مستعد داخل بتركيز بان زهنيا وكان صافي جدا صافي زهنيا وعنده رغبة في اللعب يعني باللغة الكرة نفسه مفتوحة يا نفسه مفتوحة كان مركز جدا ده اللي انا شفته في محمد صلاح ودايما اللي بنشوف محمد صلاح محمد صلاح دايما بيمتاز مع بداية كل موسم انه يحرز هدف ودافع قوي جدا يعني محمد صلاح دايما احنا عارفين لاعب دايما بيحب دايما يكون صباك دايما في الصورة رقم واحد انه هو يحافظ على الارقام اللي صنحها طبعا دي كانت بطولة مهمة جدا يعني تقدر تقول الميسنج بشامبيون اللي كانت نقصة لفربول محمد صلاح مع الالقاب اللي حققها سواء جماعية او حتى الفردية محمد صلاح كان مركز جدا اعتقد حيكون فيه مسلس رعب مع نونز محمد صلاح طبعا مع دياز او حتى فرمينو انا شايف ان هو ايضا فت وجاهز وان هو حيبقى سنادي الموسم الحالي قوة كبيرة جدا مع ليفربول يعني باز دايما بتمتعنا بنشكرك شكرا جزيلا ودايما يعني بتمتعنا وتواجدك معنا هنا في الفقرة مميزة جدا نشكرك شكرا جزيلا ولقاء ان شاء الله اللي جاي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا شكرا كابتان هاني شكرا لحضراتكو ده كانت اتنين اللي جاي يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف